أكد مدير صيانة الأيمن في مديرية مأنينة وأحمد فتحي استنفار جهود كافة الدوائر الخدمية موضحا في تصريح لقناة الفلوجة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الفيضانات والسيول شرعت كوادر صيانة مأنينة بالانتشار في أجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد ورود مناشدات من الأهالي بغرق العديد من الأحياء في مدينة الموصل وخصوصها الأيمن الموصل الحمد لله تم الانتشار في منطقة الأجيادات والقلوات ووادي حجر والدواسة وكذلك باقي المناطق الأخرى المحيطة بها حيث تم إنقاذ العديد من العوائل من الغرق بسواعد الأبطال مهندسين وفنيين وعمال الحمد لله حاليا تم فتح عديد من الأغطية المنهولات